الاقتصاد الوطني مرشح لتحقيق نمو بنسبة 4.5% خلال العام المقبل مع تسجيل نمو خارج المحروقات بـ 5% وفقاً لمشروع قانون المالية لسنة 2025 حيث أن النتجة الداخلية الخامل اسمي سيصل إلى ما يقارب 38 ألف مليار دينار جزائري في 2025 ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما يقرب من 42 مليار دينار جزائري بحلول سنة 2027 قطاعات الاقتصاد ستشهد نمواً متبيناً حيث من المتوقع أن ينمو قطاع الصناعة بنسبة 6.2% أما الفلاحة بنسبة 4.4% والبناء والأشغال العمومية بنسبة تقدر 4.3% بينما سيحقق قطاع المحروقات نمواً بنسبة 2.4% وهذه التوقعات تأتي في ذل اعتماد سعر مرجعياً لبرميل النفط عند 60 دولاراً للفترة 2025-2027 هذا وقد تشهد نفقات الميزانية بلغة أكثر من 16 ألف مليار دينار جزائري بزيادة تقدر 9.9% من توقعات 2024 بينما ستتحسن الإرادة بنسبة 3.5% لتصل إلى أكثر من 8 مليار دينار جزائري مع ارتفاع الإرادات الجبائية بنسبة 9% بهذه التوقعات يتضح أن الاقتصاد الوطني يسير نحو تعزيز النمو المستدام عبر تنوع مصادر الدخل وتحقيق توازن في القطاعات الانتجية ومع الاستمرار في ضبط نفقات الميزانية وتحسين الإرادات الجبائية ينتظر أن تلعب هذه المؤشرات دوراً خاسماً في مواجهة التحديات الاقتصادية